الذي اغتالته القوى القمعية في معتصم الرباط لا زلنا إلى حد الآن كتنصيقيا نطالب نطالب ونقولها ونكررها من مكامن دواعي مقتل هذا الشهيد تحية مجد وخلود إلى جميع من ينبض في ضميره بأن المخطط التعاقد مخطط مشؤوم جاء لغاية واحدة هو إقبار وتدمير وخوصصة المدرسة العمومية تحية عالية إلى الإطارات النقابية وأخص بالذكر FNE المكتب الإقليمي على الدعوة ونتمل بدورنا كمكتب إقليمي هذه الدعوة للتنصيق المشترك بدورنا نقول بصوت عالي بأن باب المكتب التنصيقية الوطنية نفتوح لجميع الإطارات النقابية للهيئات الحقوقية وأننا نتمل أي مبادرة تسعى جاهدة إلى التضامن مع قضيتنا المشروعة ونعلي كذلك بأن التنصيقية الوطنية للأسادد الذين فرد عليهم تعاقد إطار مستقل لا غير إطار مستقل هدفنا واحد ومن شود هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط تعاقد وكما يعرف الجميع أنه يأتي هذا الشكل النضالي أمام المديرية الإقليمية العرائش تنزيلا للبيان الوطني ويتمامه بخوض إضراب وطني أيام واحد واثنان وثلاثة من دجال بير ولا بأس أن نذكر القواعد الأستادية بأن فحوى ومضمون هذا البيان الوطني يتجلى في تجميد جميع الأرشطاء التطوعية وجميع أرشطاء الحياة المدرسية وجميع لقاءات التكوينية للمفتشين وليس الزيارة الصفية نتحدث عن التكوينات المفتشين وليس الزيارة الصفية ثم الانسحاب الفوري من جميع المؤسسات إذا كان أمسازي يتغنى بأنه لم يجد لم يعد هناك تعاقد فإننا بدورنا كتنسيق ينقون لم يعد للأستاذ دور للخراج في الأنشطة التطوعية كفا من التطوع من مهام الأستاذ التدريس فقط وليس الانخراط في جميع الأنشطة التطوعية نحن سألين مع التعاقد نحن نقول سألين مع الأنشطة الأنشطة التطوعية سألين مع تانيا أقول وأوكرنها كنا ننتظر من المدير إقليمي أن يسمع صوتنا الحر صوتنا من أجل إجابة عليه كنا ننتظر من المدير إقليمي أن يسمع هذه الأصوات الحرة فإذا في يتسلل هاربا أهكذا نتعامل مع الأصوات الشغيلة الطربوية أهكذا نتعامل مع المناضرين تانيا لابد ونقولها ونكررها لابد من تفعيل نجلة التواصل والنجلة القانونية والتواصل للمدير الإقليمية أستاذ زريوح لا ننتظر والشغيلة الطربوية والمكتب الإقليمي ينتظر منك أفول إشعار أو منحهم إشعار بالاقتطاعات لأن هذه الاقتطاعات الجزافية لا نعرف مضمونها لا نعرف فحواها لا نعرف أسباب ودواعي هذه الاقتطاعات الجزافية لا ننتظر كمكتب إقليمي ننتظر فحوا ومضامي تلك الاقتطاعات تانيا بأن هذا الشكل النضالي الوطني ما هو إلا دفاع وتحصيل على المنصقين لأن هناك تضييق على المنصقين ولعلنا الدليل خير دليل أستاذ الدين الرشيد عضو المكتب الإقليمي لسفراء وعضو اللجنة القانونية هناك تضييقات مخزنية بدورنا أننا مستعدون كل الاستعداد لخوض معارك نضالية سعيدية وأشكال نضالية سعيدية ضد أي كان ضد القوى المخزنية التي تستهدف بالدرجة الأولى منصقين نقول لا لتكميل الأفوال الحرة لا للتضييق على المنصقين وكذلك الأستاذ حمزة خوري الذي يتمس دعاهم من طرف الدرك الملكي منصق نقول بصوتنا آخر ألا لا كلنا منصقون وهذه الاقتتاعات الجزافية الآن لا يعقل ولا يمكن أن نتحدث عن الإدارة التي تسعى إلى التواصل خلق تواصل ما بين الشغيل التعليمية ولا رأى التجاهل الواضح طالبنا اليوم هي الوقفة التالتة أمام المديرية ولم نتوصل بعد بمضام وفحوى تلك الاقتتاعات الجزافية فلتتحمل المديرية الاقليمية كامل بسؤولية لما ستأول إليه الأوضاع وقادرين على خوض يعني أشكال تصعيدية في حالة تمادي في الاقتتاعات كما نقول بأننا اليوم كمكتب إقليبي لكل إطارة لقبي أعلمنا تمرد أعلمنا تمرد أعلمنا تمرد أرف دين التعاقد أرف دين التعاقد أرف خط التعاقد المشؤوم وإدماج كافة الأنساتدة والأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية إدانتنا إدانتنا للاقتتاعات الجزافية التي تطال رواتب الشغيل التعليمية مطالبتنا وزارة وصية بحل فوري لقضيتنا 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 المشروعة لأن قضيتنا على الأبواب ونقول بأنه القرار القرار سياسي القرار قضيتنا قرار سياسي بالدرجة الأولى كذلك نقول إدانتنا لكل المتضيقات على المنصقي ومنصقات التنصيقية الوطنية للأساتذة الذين فرد عليهم التعاقد مطالبتنا وتضامننا مع جميع الحركات السغيلة الطربوية تدام من حملة الشواهد وكذلك ساسدة الزنزالة نقول أن لناك تنصيقية نعلن معكم التضامن لأن مصير مصيرنا مصيركم ثم نقول في الأخير ونعلن لجميع الإطارات النقابية الإقليمية بأن باب المكتب الإقليمي مفتوح لجميع الإطارات النقابية نعمل بالتواصل ونتمي جميع المبادرات نتمي جميع المبادرات وكذلك لجميع المجهودات وأننا نعمل بالتواصل نعمل بالحوار من أجل الدفاع على قضايا والمشاكل الشغيل التعليمية نعلن كذلك مطالبة للمدير الإقليمية بتزوير كافة الأساتذة داخل الإقليم بفحوة ومضامين أقولها بفحوة ومضامين الاقتطاعات الجوزافية ننتظر من المدير الإقليمية أن تنسير إشعار يعني قبل الاقتطاعات لابد أن نتوصل كأساتذة بإشعار وللأسف الشديد تكون هناك الاقتطاعات الجوزافية بدون إخبار وبدون إشعار فنحمل المسؤولية للمديرية على هذا الطماطل وعاشت التنسيقية مناظلة صامدة ومستقلة ترجمة نانسي قنقر